سيادتك نعندي مشكلة ان انا الرجل كنت صناعي نجار مسلح وصبعي دان قطع فدوقتي معارس اشتغل عشان امسك المصمار امسكه وكده حاجة ادقى ادقى على صبعي جيت عشان اطلع المعاش بتاع والدي الوقت اكمل معاش انا مش لها رقم المعاش فدوقتي انا معي خمس ستة عيال ومهم وكده معايب ان اتعادت تشور مسئوليات علي واعجب منين مش لاقي شواليتي هي النجارة اللي كنت عرفها بطلتها كل ما روح بالمقاول يقول لي معلش عشان صبعة اشتغل اي دلوقت انا اسرت مينين اجيب مينين انا عيالي عايزين الفلوس وانا عايز اشتغل مش عارف اشتغل اعمل اي دلوقتي وولي انا اعمل عيش مينين ومعي خمس ستة عيال وبنات وبيت عشان تشور بقدي كده وولي العيشة بقت غلية اشتغل اي دلوقت انا مش عارف اشتغل انا انا بطالب الحكومة انها تشوك لي معاش ولا اي حاجة حتى سجن في المفروش الشقة اقل شقة ملاش عايزة بلتومتر وبعمد جيني وصاحب البيت مبرحمش ولا حد بيرحم فيش داخل داخلي خالص فانا بطالب بمعاش يخش لي كل شوال بتاع والدي على القلب ومعاش والدي يجي فان صبع المصمار دخل في ايدي مش عارف اشتغل اشتغل اي دلوقتي مش عارف اشتغل والله اجب مني مش عارف